ابتدته الموسم الجديد ابتدينو اوه اشتغلنا شغل ابتدته ايه الشغل عملته الاول في بداية الموسم قياسات اعمل او اشتغلنا شوي قياسات ودلوقتي ابتديني بقى فترة الاعداد ابتديني نجري شوي حوالي 20 لفة في التمرينة ابتديني نشغل شغل بأوزان شغل قوة يعني معظمه جاري وقوة شغل قوة شايف النادي الاهل وهو موفر لكم حتة الكياسات وانت بتشتغل بأسلوب علمي واسلوب متقدم واللعاب يعرف العضلة بتاعته القياسات الطبية القياسات البدنية الحاجات دي مهمة جدا في دلوقتي الموسم اكيد طبعا حتى لو احنا وكمان في نص الموسم وفي اخر الموسم زي ما كنا بقول محمد صلاح هو يعتبر حقق حاجات كتير قوي ويعتبر يعني يبص عليه خلاص ده مش محتاج حاجة تانية ومع ذلك بيشتغل على نفسه في الوقت الاجازة علشان يطور من نفسه ويحقق القب اكتر دي لبعض اللقاطات ليك عمر دي في المباريات دي مبارات ايه دي او الازياد هنا دي كانت مبارات ايه في الدولة دي دي مبارات لفينة كانت دور الاول كانت تليمين ده اول ماتش عندنا السنة اللي فاتت كان اه هو ده اول ماتش خب نلعبنا وعمر انتو الاتنين موجودين في الملعب بعض اللقاطات معاكم لا لعطية هو الكابتن عندنا ما شاء الله فرقة حلوة فرقة الفين وثمانية في الناد الاهدي ده هنا اه زياد اه فرقة مميزة فرقة الفين وثمانية فرقة مميزة عندنا كمان كلنا بنحبه بعض طبعا دي بتبقى من اهم الحاجات اللي في الفرقة وعلى طول في ظهر بعض اه وبره الملعب كمان مش جو الملعب بس يعني مش جو الملعب بس نتعمل مع بعض وبره الملعب برضو لازم نتقابل لازم نتكلم مع بعض علشان كلنا بنشتغل علشان هدف واحد ان احنا ناخد الدوري ان احنا نعم كويس كلنا على بعض علشان ده المستقبل ده مستقبلنا ده الزياد هنا بعض اللقاطات ليك ده هدف كان في مباراة يا زياد ده رأس غير رأس غير دي كانت معانا في الدوري السنة اللي فاتت دي بعض اللقاطات ليك وبعض الاهداف بعمل دوتو كويس انت وحامز عم كريم سوراية متفاهم مع بعض وبلال عطية وده يوسف علاء اللي عمل الجندة برضو نعمل مع بعض شغل كويس ومهند الشام ياه وامر كمال بتحب انت ضربات الرأس يعني مبايز في ضربات الرأس وبرضو الدربات الحرة بتبقى حسنة ممتعة كمان بتشوت ركلات الجزاء كمان اه طيب كويس ده برضو كان جبت جنين في زد اه في ملعبنا اه كان يوسف علاء اللي عملهم لي مهم جدا ان المهاجم يبع عنده تنوع بيحرص باليمين وبالشمال وفي ضربات الرأس يبع عنده حلول اكيد طبعا ده بيزود من امكانيات المهاجمية وبيعلي كمان من المجدرة بتاعت اللي هو لازم المدرب يدور على اكتر واحد عنده مميزات يعني انا دلوقتي واحد بيلعب باليمين واحد بيلعب بالشمال وبدماغه ده كده مهاجم يعتبر كامل اه بس تمام او عمر انت لعيب خط وسط اه قول لي الابرز الحاجات اللي الكابتن دايما بركز عليها معك وانت لعيب في نص الملعب هو طبعا كالعيب اي لعيب نص ملعب سواء ستة او تمانية او عشرة لازم يبقى عنده دقة التمرير عنده تبقى عالية جدا الاستلام والتسلم ايوا الاستلام والتسلم علشان هو اعتبر اللي بيحرك الفريق كله هو اللي بينزل ياخد من السرد بكات ويحاول يصلى عنا لقدام هو كمان اللي بيعمل اسستات فطول ما عنده دقة التمرير هنا بص بقى يعني دي لقطات عمر العدوي والتزديدات اه ده كان جن في ماتش راس غارب جبت له دماغي اه اه بمناسبة الجنين دول كان قابليها على طول قبل الماتش ده كان كابتن شوقي وقف معايا اه وقال لي لو عايز تبقى مختلف انت ما ينفعش تبقى نزل الماتش زيك زي اي حد انت لازم تحط لنفسك اهداف اه علشان انا نزل استخلص عدد كور انا نزل اشوط عدد كور وبالفعل عملت كده والحمد لله نزلت الماتشين اللي بعدين هم جبت جنين يعني كلام محمد شاوكة مهم ليك حتة ملاحظة بسيطة انك لازم تكمل لازم يكون ليك فاعلية في النص الهجوم دي مهمة جدا اه علشان كمان حتى لو في حاجات ما اقتهاش يبقى دي الحاجات اللي اعرف ان انا عايز اشتغل عليها وطورها في نفسي في المستقبل اه هنا دي كانت في مباراة ايه هنا مشاوش يفين بصات سريعة واهداف حلوة الاتصالات اه وده كان ترول حمزة عبدالكريم اه في مطش القناة اه اه كان علشان يعني متفاهم انا وحمزة عبدالكريم في اه وده كان الكرة المهند الشامي في مطش اصوان عندك رؤية كمان ده كفتح الملعب حلو اول وان تو ده ده كان مع يوسف علاء اه وده كان في مطش الاسماعيلي مع بلال كسبتوا الاسماعيلي مشاو الله راح جاي صح اه كسبناها اربعة واحد وكنت ديت لبلال اسست حلو السراح اه والمباراة التانية المباراة التانية كسبناها برضو فاكر ستة غالبا ستة اه اه في الاسماعيلية اه وقدنا مباراة هيل الصراح طب قولي اه زياد اصعب مباراة كانت في الدوري وانتوا راحين المباراة عاملين حسابكو وشدين نفسوكو بتتكلموا مع بعض كلعيبة احنا طبعا لازم نتفاهم مع بعض ان احنا كلنا على هدف واحد وان احنا لازم نكسر هو كان ده ماتش امبي السنة اللي فاتت ده كان اكتر ماتش انتوا مركزين فيه اه او انتوا عاملين له حساب يعني بس احنا بكونوا عاملين له حساب يعني ده لازم الماتش ده بيبقى الواحد بيستنى من الموسم من الموسم اه عشان دي الفرقة اللي بتبقى معزنات اه بتنافس دلوقتي اه فبس كلنا مش بنكون عاوزين يشد نفسنا عشان لو ممكن حد لو شد نفسه جامد مايقدرش يلعب كويس مايطلعش اللي عنده فلازم نكون هادين ونكون مركزين اكتر حاجة يعني فبنخش دخلنا الماتش اه كنا عاملين حسابه طبعا ونضغط من الاول ده كان في مديد نصر ولا كان في امبي ده كان في امبي كان في ملعبه وموتش يعني ما كانش لازيزي اوي كان هو ماتشات امبي بتبقى على طول الشدة عليها في اللعب لازم كله بيبقى لتحامات كوية وكده بس اللي اصف يعني اخسرناه اتنين واحد بس سجلت انا هدف وفي الشوت التاني تمام عمر نفس الكلام برضو كانت نورت امبي ولا كان في مباراة تانية هو بصراعة كان في ماتش السنة اللي فاتت كان ضد الزمالك كان اول ماتش اللي نلعبه الزمالك في ميته عقبة كان ساعتها كابتن تامر حسن مسكنة في يعني مسكنة يوم الحد وكان عندنا يوم الجمعة الزمالك اه فكان لسه جديد على الفرقة بس الحمد لله قدرنا كسبنا تنسف وانا كنت جبت جون كان المباراة في الزمالك كمان في ميته عقبة صح دي كانت المباراة المهمة بالنسبة لكم اه كانت مباراة صعبة بس احنا الحمد لله كنا على قد المسئولية وقدرنا نكسب الماتش